السكن السابق كان المواطن يتقال لغس كمشي تاخد هاد المنتوج ميتين وخمسين ألف درهم فمك يعرفش بأنه راح عنده واحد الدعم لمخصص مباشرة لهذه العملية اليوم العملية سهلة جدا منيك يلقى سكن في حدود ديال أقل من ثلثمائة ألف درهم كيعرف بأن مئة ألف درهم سوف يحصلوا عليها حينما يبدأوا بقيام بهذه الإجراءات وتعمدنا أنه هاد الأجال الموجودة في الطلب وفي الجواب ديال الحكومة وديال هاد المؤسسة اللي غيرتشرف على توزيع هذا الدعم أنها تكون سريعة سبع أيام وخمسة عشر يوم باش ميبقاش طلبات متأخرة لكن يلقى حصل على الدعم عنده أجال ديال 30 يوم يكمل فيه الإجراءات المتعلقة بالبيع فهذه العملية وطبعا ربطناها بشروط قلنا الأسرة المقبلة يعني الأسرة اللي عاد تكونت وعاد تأسات لأن هذه الفلسفة ديال الأسرة ستلقوها في جميع البرامج الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة لأن داخل الحكومة نعتبر الأسرة هي النواة الصلبة للمجتمع ليس فقط في المستوى الاقتصادي والاجتماعي أيضا في المستوى القيمي في ترسيخ القيم ديال المغربة وديال الكرامة والحرية والحترام والتقافة للجبل عليهم المجتمع لذلك في الوظيفة ليست وظيفة رقمية اقتصادية اجتماعية بل هي أيضا وظيفة هذه الأسرة يجب أن تقوم بأدوارها في التنشئة الاجتماعية الحقيقية المبنية على التقافة المغربية المتعددة الروافية لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد